زيارة السيد الرئيس إلى الصين زيارة مهمة في توقيت مهم الصين بلد مهم أكبر بلد يعني أو تاني أكبر اقتصاد في العالم الصين بتعمل لها ألف حساب ومبادرات كثيرة جدا وأيضا كلنا عارفين أنه الصين كان عندها من الوعي لما رأيت أنه الكتل العالمية في التجارة مسيطر عليها أوروبا أو أمريكا فبدأ يكون فيه شراكات كثيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في أفريقيا وحتى في أسيا الصين مهتمية جدا أهم شيء عند الصين هو الإنتاج والعمل والشراكة والسلام علشان كده هتلاقي بكين لها موقف واضح جدا من فلسطين وأيضا الاهتمام بالدولة الفلسطينية وأن يكون فيه دولة فلسطينية حنلاقي مبادرات كثيرة جدا العالم بيهتم بيه والصين بتهتم بيه بريكسيت مثلا اللي منضمة لها مصر كمان مع عدد من الدول وفي الصين مهمة جدا ومهم أن أنت تعرف أنه فيه شراكات كثيرة ومهمة عندك في مصر أكتر من 1400 شركة موجودة في الصين إنتاجات موجودة في مصر وبتعمل طبعا بدعم من الصين وأيضا استثمار كبير جدا وجود السيد الرئيس في هذا التوقيت وجود مهم جدا شفنا قد إيه الاستقبال كان حافل ومبهر وأيضا السيد الرئيس له علاقات طيبة جدا بالصين شفنا كمان مصر وقت الكورونا إزاي السيد الرئيس أمر بأن يكون فيه طيارة تساعد الصين فيما أصبها من كورونا وأيضا الفيروس وكانت الحقيقة لفتة طيبة جدا أشادت بيها الصين بشكل كبير شفنا أيضا كم مذكرات التفاهم اللي موجودة حتى السياحة يعني بدأ عدد السياح الصينيين يتزايد على مصر وأعتقد إن شاء الله في السنوات المقبلة يكون أكثر وأكثر نتطلع أن يكون عندنا مع الصين شركات مهمة أكيد ويكون عندنا تعاون أكيد وربما يكون كمان فيه تعاون خاص بالعملات المحلية العملة الصينية والعملة المصرية اللي حيوفر لك عدد كبير من الدولارات كلها الاقتصاديون يتمنوا هذا بإذن الله إذن نحن أمام إن شاء الله شركات كثيرة متنعوعة وتسعى لها مصر والقيادة السياسية تعالوا نبدأ النهاردة برسائل محددة ودقيقة وجهها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام الجلسة لفتتحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي عقد بالعاصمة بكين بمشاركة الرئيس الصيني طبعا وعدد من القادة العرب لبحث أزمة العلاقات العربية الصينية وأيضا سبل تعزيزها حقيقة إنه كلمة رئيس السيسي تناولت عدة قضايا هامة جدا من بينها الأمن المائي وده شيء مهم جدا فقضية يعني وجودية لا يمكن التهاون فيها نشاهد مع حضراتكم الآن كلمة ومقطع من حديث السيد الرئيس وود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الأسيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراج بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخزم بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبذ بأمن واستقرار دولنا وشعبنا